هل تستمتع بقراءة قصص الشجعان والأبطال فمن هؤلاء البراء بن مالك بن النظر الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا بدرا وبايع تحت الشجرة قال يوما لأخيه أنس أتراني أموت على فراشي وقد قتلت مئة من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله ومن شدة شجاعة البراء كتب عمر بن الخطاب إلى الأمراء ألا تستعمل البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم وكان من أولياء الله المجاب الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك برزت بطولته في قتال المرتدين يوم اليمامة فلما أغلقوا عليهم حديقتهم قال البراء يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة فاحتملوه فوق التروس ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه وأدركه المسلمون وبه بضع وثمانون جرحا ما بين رمية بسهم وضربة بسيف وقد قتل عشرة من المرتدين وكان مثالا في التضحية ففي إحدى المعارك كان الأعداء يلقون من حصونهم كلاليب في سلاسل محمات بالنار فأخذ بعضها أنس بن مالك فهرول إليه أخوه البراء فتسلق الجدار وقبض بيده على السلسلة فما برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل وإذا عظامها بادية قد ذهب ما عليها من اللحم وأنجى الله أنس بن مالك بذلك وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح تستر وقد عثر المسلمون على فتحة صغيرة تؤدي إلى داخل حصن الفرس فدخل منها البراء فقاتلهم في جوف المدينة وفتح الله على المسلمين استشهد البراء رضي الله عنه يوم فتح تستر في خلافة عمر سنة عشرين وقيل ثلاث وعشرين فرضي الله عنه وأرضاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر